موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين الكرام وإلى فقرة خاصة لهذا اليوم الأربعاء حيث يعتبر صندوق تقاعد المهندسين من أقوى الصندوق في المملكة وتبلغ قيمة موجوداته الدفترية حوالي 209 ملايين دينار بقيمة سوقية وتصل إلى 385 مليون دينار تقريبا ويضخ هذا الصندوق في السوق المحلي ما يقارب 50 إلى 60 مليون دينار سنويا سنكون في لقاء خاص مع نقيب المهندسين المهندس ماجد الطبع صباح خير مهندس صباح خير رعا سياكم الله يعني صندوق تقاعد المهندسين يعتبر من أقوى صندوق التقاعد في جميع النقابات الموجودة في الأردن سنتحدث أكثر عن هذا الصندوق وكم بلغت العوائد الاستثمارية لهذا الصندوق في نفس هذه الفترة بداية شكرا لكم على تسليط الضوء على هذا الموضوع نحن نقول أن الصندوق التقاعد في نقابتنا كما ذكرت من أقوى الصندوق في المملكة وبفضل الله سبحانه وتعالى الرواتب التقاعدية آخر 20 عام لغاية 2014 بلغت حوالي 156 مليون دينار وكانت العوائد حوالي 158 مليون دينار أي أن كافة الرواتب التي دفعت من الصندوق كانت محصلة من العوائد الاستثمارية وهذا يعني أن هذا الصندوق ناجح باستثماراته عبر المجالس المتعاقبة التي قامت على إدارة هذا الصندوق نعم وندخل السؤال الثاني مهندس ماجد كم بلغت مجموعة الرواتب التقاعدية اللي دفع هذا الصندوق خلال آخر 20 عام يعني حوالي 156 مليون دينار كان عدد المهندسين من أكبر العداد في النقابات يعني تعتبر نقابة المهندسين من كبرى النقابات الآن وصل أعداد المهندسين حوالي 140 ألف آسف نحن نحكي بالملايين لأن المهندسين 140 ألف يعني من أكبر النقابات ومن أقوى الصندوق بفضل الله سبحانه وتعالى يعني صدوق التقاعد في نقابة المهندسين تأسس سنة 73 يعني بحدود 43 سنة إله هل أجرت النقابة في العقود الأربعة الأخيرة أي تعديل على الأقصاد؟ يعني كانت هناك تعديلات على نظام الصندوق استحدث شرائح جديدة رفع بعض الرواتب من الشرائح اللي كانت 120 دينار صار 180 بعدين 180 لكن دون المساس بالأقصاد الشهرية الآن في دراسة اكتوارية السابعة أوسط بتعديل الأقصاد الشهرية لكي يحافظ الصندوق على مكانة المالية وان شاء الله المجلس سيقدم مقترح في هذا الاتجاب نعم واندي أجي برضو لسؤال آخر النقابة تجري دراسات اكتوارية كل فترة ما الهدف من هذه الدراسات؟ وآخر دراسة أشارت لإيش آخر دراسة؟ شو كانت نتائجها؟ يعني نحن نفتخر بأن نظام هذا الصندوق يجبر المجالس بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات يعني هذا الموضوع ليس موضوع رفاهي موضوع يعني موجود بالنظام وفعلا المجالس ملتزمة فيه احنا أجريت ست دراسات قبل هذه الدراسة كل الدراسات كانت تقول بأن هناك عدم توازن بين الأقصاط الشهرية والراتب التقاعدية لكن يعني كان وضع الصندوق يعني مرتاح كتير عدد المهندسين أقل الالتزامات اللي على الصندوق أقل فكان المجلس ما يلجأ لي فكرة رفع الأقصاط أو تعديل الأقصاط الشهرية الآن الدراسة السابعة أوصت أنه نقطة التعادل الثالثة للصندوق 2029 نحن مجلسنا يعني من باب المسؤولية لن ينتظر إلى 2029 سيقدم مقترح لابعاد هذه النقطة من 2029 إلى 2041 إن شاء الله بمقترح يعني معقول ومقبول مع مراعاة يعني الظروف الاقتصادية الحالية للبلد وللمهندسين كل ثلاث سنوات الدراسة كل ثلاث سنوات أين آخر واحدة كانت كانت 2016 في بداية 2016 ظهرت هذه الدراسة نعم طيب هذه الدراسة كنتائج كيف ممكن نحكي عن نتائجها؟ يعني دراسة تحدد المركز المالي للصندوق بيطلع منها مخرجين أول شيء تحديد المركز المالي ثانيا نقاط التعادل نقاط التعادل هي اللي تتهم الدراسة ويعطي الدرس الاكتواري مجموعة من التوصيات للمحافظة على هذا المركز المالي نحن كانت لدينا نقاط التعادل نقطة التعادل الثالثة هي المهمة في 2029 حددتها الدراسة السابعة وهذه النقطة يعني بعد 10 سنوات فنحن لن ننتظر 10 سنوات وعندما تحصل المشكلة حث عن حل يعني تقدمنا بمقترح لابعاد هذه النقطة حسب رأي الدرس الاكتواري مقترح الذي قدمه المجلس يبعد هذه النقطة لـ 2041 وهي فترة يعني كافية إن شاء الله منه لـ 2041 تتحسن ظروف النصادية بالمنطقة تتحسن الأوضاع كلها والمهندسين بيكون وضعهم دائما قوي يعني يمكن نتائج هذه الدراسات الاكتواري هي أكثر ما يهم المهندس أنه هي بتشعره بالأمان للفترات القادمة طبعا سؤال مهندس ماجد هلأ شو الإجراءات اللي بتتخذوها بعد ما تطلع نتائج هذه الدراسة يعني إحنا عرضنا هذه الدراسة باجتماعها أعمى على كافة المهندسين دعينا الاجتماع وجاء الدرس اكتواري وشرح نتائج هذه الدراسة ثم يعني كانت هذه الجلسة مسجلة وضعناها على موقع النقابة وعلنها لكل المهندسين وسلمنا مع الوزير الأشغال هذه الدراسة نسق منها وكانت يعني كلها بالأمور السليمة ليس كما يقال في بعض الأحيان أن الصندوق يعاني من مشكلة انهيار أو يعاني لا الحمد لله الصندوق قوي وآمن ومستقر ولا يعاني من أي مشكلة وما يتقدم به المجلس يبغي أن المحافظ على هذه القوة هذا الأمان وهذا المركز المالي المحافظة يعني دائما بيحكوا أن المهندس محظوظ دائما في نقابته يعني دائما فيه دائما هيك نوع من نحكي الغبطة على نقابة المهندسين كيف نحافظ على الأمان للمهندس كيف راح تطمنوه بشكل أكثر أنه إحنا عندنا صندوق استثماري قوي للنقابة وإحنا قادرين على أن نوفر لكم الاستقرار والأمان يعني حقيقة نحن المهندسون جزء من هذا المجتمع ويعني يصيبنا ما يصيب المجتمع هناك ظروف اقتصادية الآن صعبة لكن يعني آسف لكن الصندوق الحمد لله وضعه كويس يعني إحنا الدراسة بتقول 2019 قادر على تلفية أحجيات إحنا الصندوق في عام 2016 قدم رواتب تقاعدية حوالي 26 مليون دينار وهذا رقم يعني ليس سهل صحيح كانت الأقصاد التي قدمت من المهندسين الشهرية حوالي 20 مليون وحقق الصندوق بفضل الله أيضا أرباح بحوالي 10 مليون 10 مليون لص فكانت هناك يعني فائض بحدود مليونين دينار مع حساب المصاريف الإدارية هذا الوضع جيد يعني لكن بحاجة إلى تقوية للمحافظة عليه فالمعادلة بتقول أنه رفع الأقصاد الشهرية لكي تقترب من الرواتب التقاعدية يكون عندك دائما التوازن بشكل كامل فهذا يعني هاي كان متأحد المقترحات نعم هذا المقترح اللي احنا مقدمي إليه مهندسين الشباب يعني اللي بقولوا أنه أنا رح صندوقي بالـ 2041 بمقترح المجلس رح يضعف احنا بنقول طب لو تركنا الوضع هيك ما هو 2029 معناها قريبة صحيح نحن هذه الدراسات الاجتوارية أهم أهدافها أنه تقديم مقترحات للمحافظة على هذه المكانة وهذا ما تقوم به النقابة والتطمين للإضاءة النقابة نعم ونحن يعني في هذا المجلس نتشرف بأننا يعني استمرار لمجالس متعاقبة كان قبلنا حوالي 26 مجلس كلهم بنوا هذا الإنجاز هذا الإنجاز العظيم الذي نفتخر به في نقابة المهندسين وفي الوطن أيضا فمسؤوليتنا المحافظة عليه يعني بصراحة الجميع يفتخر بنقابة المهندسين وإحنا كثير شفنا لكم أعمال مجتمعية سواء في الأردن وخارج الأردن دائما وقفين مع الناس دائما مبادراتكم موجودة وفعلا المهندسين هم من أكثر الناس المحظوظين بنقابتهم لا وإحنا كمان نفتخر بالمهندس الأردني المهندس الأردني نقطة قوة في هذا البلد كفاءة داخل وخارج الوطن عندما خرج المهندس الأردني إلى الدول المجاورة دول خليج كان دائما يثبت جدارة بإبداعاته طيب مهندس رسالتك لها المهندس الكفو اللي عندنا في الأردن رسالة لكل منتسب نقابة المهندسين الأردنيين يعني نحن نقول أن هذه النقابة بفضل الله سبحانه وتعالى صرح من صروح هذا الوطن مسؤوليتنا جميعا المهندسين والمجالس المنتخبة المحافظة على هذا الصرح وإبقاءه قويا في الوطن إن شاء الله وسيبقى داعم للإقتصاد نحن لدينا تحدي كبير بعداد مهندسين كبيرة تتخرج من أعلى النسب في العالم لكن هذا التحدي إن شاء الله بجهد الجميع يتحول إلى نقطة قوة للوطن لأن المهندسون هم بناة الحضارة هم الذين يقومون ببناء وتطوير الحضارة ولا يستطيع أي مجتمع أن يستغني عن المهندسين في تطوير الحضارة فلذلك مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على هذا الصرح ونبقيه قويا شامخا إن شاء الله كل الشكر لك مهندس ماجد طبع ودائما يكون مبسوطين بالتواصل معك ومع نقابة المهندسين واحتمامكم بالإعلام ودائما كيف توجهوا رسائلكم وبالطمن المهندسين وأيضا مشاركتكم في المجتمع شكرا كثير لك مهندس ماجد طبع نقابة لك شكرا جزيلا